اشتركوا في القناة وليأخذ بأيديهم إلى طريق الله المستقيم ولذلك فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والأساسية الدعوة إلى مكارم الأخلاق فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن الإنسان كلما زاد في الخلق كلما ارتقت درجته وكلما علت منزلته من زاد عليك في خلق زاد عليك في دين فيقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاق إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق من الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الناس إليها وحثهم عليها حفظ الأمانات وذلك لأن الله عز وجل يأمرنا بذلك في قرآنه فيقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إلى آخر ما ذكر الله عز وجل الأمانة لفظ كلما أطلق وكلما سمعه الكثير من الناس يظن أن الأمانة تقاصرة على الأمانة المالية وأن قدرا من المال ودع عند شخص ما ليحفظه وأن هذه هي الأمانة وفي الحقيقة هذا فرع من فروع الأمانة فإن الأمانة تشمل كل ما كلف به الإنسان فالصلاة أمانة العبادات التي كلف بها الإنسان هي أمانة فكل ما كلف به الإنسان وطلب منه أن يحافظ عليه فهو داخل في الأمانة وإن كان في الأغلب يطلق اللفظ على الأمانات المالية النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في حفظ الأمانات وردها إلى أصحابه حتى وإن كانوا مخالفين للإنسان في الفكر حتى وإن كانوا مخالفين للإنسان في العقيدة حتى وإن كانوا من أهل ديانات أخرى نجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة كان المشركون وكان أهل قريش يودعون أموالهم وما يخصهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق الأمين حينما أراد أن يهاجر مع أنهم قد آذوه وأخرجوه من وطنه ومن دياره إلا أنه عليه الصلاة والسلام كلف سيدنا علي بن أبي طالب أن يرد الأمانات إلى أهلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا أهمية الأمانة يبين أنها ومعها خمسة أشياء أخرى إذا توفرت في الإنسان وإذا حققها الإنسان وتأكد منها وسار عليها وكانت بداخله وكانت في سلوكه فإنه تضمن له الجنة الضامن هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وضمان النبي هو ضمان الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فيقول عليه الصلاة والسلام اضمنوا لي ستة من أنفسكم ستة أشياء التزموا بها وحافظوا عليها اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة ما هذه الستة يا رسول الله ما هذه الأشياء الستة يقول عليه الصلاة والسلام أصدقوا إذا حدثتم أول شيء أن تكونوا صادقين لا تكذبوا ثم بعد ذلك وأوفوا إذا وعدتم ثم بعد ذلك وأدوا إذا أتمنتم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم وغضوا أبصاركم فستة أشياء إذا تحققت في الإنسان وإذا حافظ عليها والتزمها ضامن له النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة ومن أجل حفظ الأمانة يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من خيانتها بل إنه يجعلها علامة من علامات المنافقين فيقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خال إن حفظ الأمانة واجب حفظ الأمانة من الأخلاق التي يتميز بها الإنسان الصالح الإنسان المؤمن عن غيره حفظ الأمانة بسببها تضمن للإنسان الجنة والضامن هو النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الأمانات ومن من يقومون على ردها إلى أصحابها إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته